أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم قضايا وأسرار أنا عايزة أبدأ الحلقة برسالة حسيت أنها تهمنا كلنا كلنا محتاجين مشاعر الحب والاحتواء كلنا محتاجين أن حتى يطبطب علينا للأسف بقت قلوبنا خوية خوية من أي مشاعر بقينا عاملين زي بيوت العنكبوت ضعيفة ووهية بقينا بنستجدي كلمات الحب والأعجاب من الغير كل واحد فينا بقى عايش زي ما يكون عايش في دولة مستقلة منعزلة عن التين ياريت نداوي بعض بالكلمة الكلمة الطيبة الكلمة فعلا صدقة الكلمة ممكن تداوي وممكن تجرح خلوا دايما المواد ده بالرحمة هي أساس التعامل في كل العلاقات بينكم وبين جميع الأطراف اللي بتتعاملوا معهم في المجتمع عايزكم تتقبلوا دايما أن الطرف الآخر اللي انتم بتتعاملوا معي مش دايما يكون مكتمل مش دايما مش مفيش اكتمال في كل الصفات مفيش حد دايما مكتمل بالعكس أن دايما الأشياء المقصة فيها حياة فيها روح عبارة عن منح مقنعة قصة أو رسالة بتقول لنا أن في بكرة كل واحد فينا بيكمل الطرف الثاني وكل واحد عنده حلم لسه محققهوش ممكن يحققوا بكرة أهم حاجة ما تسعوش دايما للكمال لأن الكمال دايما معناه انتهاء ونبدأ حلقات موضوع النهاردة بتتكلم عن حق الأم في حضانة طفلها ورؤيته بعد قضايا الانفصال للأسف قضايا الانفصال الضحية الأولى والأخيرة فيها هو الطفل فياريت أن احنا قبل الزواج أصلا نكون بنراعي موضوع الاختيار السليم علشان ما يكونش فيه ضحايا لأن الضحية الأولى والأخيرة زي ما قلنا هي الطفل موضوع حلقتنا زي ما قلنا النهاردة اللي هو حق الأم في رؤية طفلها بعد قضايا الانفصال قال الله تعالى ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم إذا استحالت المودة وإن عدمت وانتهى الطريق أو العلاقة الزوجية للانفصال فإما زي ما ربنا بيقول امساكن بمعروف أو تسريح بإحسان في الحالة دي لا يحق لأي طرف من الأطراف سواء الزوج أو الزوجة أن هما يضمروا لبعض العداوة والانتقام على أساس تصفيد حسابات شخصية ما بينهم بيكون الضحية الأولى والأخيرة هو الطفل انتهت العلاقة الزوجية يبقى أنا ما بصش لنفسي وما بصش سواء الطرف التاني أنا هنطقم منه أو مش هنطقم منه خلاص العلاقة انتهت انتهت بسلامة بس أراعي حقوق كل من الآخر أراعي حق الأب أراعي حق الأم أراعي حق الأولاد معي النهاردة أم حصل انفصال بينها وبين زوجها وكان فيه طفل بس للأسف الأم من لحد الآن لم تتمكن من رؤية طفلهم ومعي وفاصلوا ونرجع لكم تاني موسيقى اشتركوا في القناة شكرا 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 تمام مع حضرتك اولا انا سعيد جدا بالمشاركة في برنامج مع حضرتك خاصة انه يتناول عديد من عضايا الاسرة المهمة والتي يكون ضحياتها في الاول وفي الاخير هو الطفل فتوجد بعض المنازعات التي تصل الى محكمة الجنع فبالتطبيق على ما رأيك في عدم تنفيذ الاب للحكم القضائي هنجد هنا عندنا مادتين من قانون العقوبات اللي هي المادة 200-24 والمادة 92 متنص على يعقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة يعني هي عقوبة عدم تنفيذ الحضانة هي عقوبة جنحة تمام هي عقوبة جنحة واقصى عقوبة لها سنة سنة تمام بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بجرامة لا تزيد عن 500 جنيه هل مدة الحضانة يا أستاذ إسماعيل بتختلف السن من الولد أو للبنت؟ وحضرتك مدة الحضانة بالنسبة للولد أو للبنت بتبدأ من سن الولادة وبتستمر حتى 15 سنة عام ده وفقا لقانون رقم 4 لسنة 2005 طيب بالنسبة لحكم الرؤية الأم هنا معينا ما شافتش طفلها هل يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرا؟ تمام لا يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرا؟ لا يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرا لأنه بيؤثر على نفسية الصغير بيؤثر بالسلب على نفسية الطفل تمام وفي هذه الحالة يكون الصدر لصالح الحكم أن يقدم دعوة بطلب نكل حضانة من صاحب الحق إلى الممتنع إليه طب هنا في حالة امتنع عن تنفيذ الحكم هنا الشاكية ممكن إيه الخطوات أو الإجراءات القرونية اللي هي المفروض أن تتبعها بعد عدم بعد امتنع عن تنفيذ الحكم إيه الخطوة الثانية اللي هي ممكن تسلكها مش هو حضرتك يا بتقدم الأوراق إلى إدارة تنفيذ الأحكام المقتصف تمام يعني تقوم الأول بتحرير محضر رسمي بأن تم عدم تنفيذ الحكم لأي أن كان الأسباب تمام 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 طيب هل يا أستاذ اسماعيل وحضرتك فيه نص المادة اللي هي 66 من قنون الأحوال الشخصية أيوة إنه في حالة عدم استلام الشاكية اللي صغيرها يجري تحرير جنحة مباشرة عن طريق النيابة تحرير جنحة مباشرة تمام بتسليم الصغير بس ده بيكون عن طريق الشاكية زيط نفسها لازم يلا تتحركها سواء شفاويا أو كتابيا يعني هنا الشاكية هي اللي لازم تقوم بتحرير المحضر النيابة لا تستطيع إنها تحركت دعوة من نفسها تمام تمام طب كيف يمكن إثبات وقعة الامتناع عن تنفيذ الحكم الرؤية؟ يعني زي هتثبت هنا أن يتم يعني وقعة الامتناع هنا يتم إثباتها زي؟ طب معنشي مع حضرتك السؤال ثاني كيف يمكن إثبات وقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية؟ يعني هنا الأم بتقول إن حكم الحضانة ما تنفسش تمام؟ هنا إزاي نقدر نثبت إن وقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية هنا في الحالة دي؟ تمام وحضرتك بيجوز زالج بكافة طرق الإثبات المقررة تفقن لطرق الإثبات اللي هي دفاتر الحضور في الموعيد والأماكن المحددة للحكم وكذلك أيضا اللي استعانى بخبير اجتماعي منتدى لإثبات زالج اللي امتناع طيب أستاذ إسماعيل دلوقت في حالة هل يجوز إعادة تنفيذ حكم الرؤية مرة تانية؟ تمام هو حضرتك يا جوز تنفيذ حكم الرؤية مرة تانية وده استثناء من القاعدة العامة للصالح الأم والصالح الطفل مراعاة لصالح الأم والصالح الطفل تمام طيب إحنا معنا الضيفة دلوقتي هتقولك بإيجاز مشكلتها وترد عليها قانونا وتقول لها إيه الإجراءات القانونية اللي المفروض إنها تتبعها تمام اتفضلي ياسمين قولي مشكلتا بقول لحضرتك أنا وصلت عن زوجي بقضية خلع لسوق المعاملة تمام وقرر إن هو إيه طردني من منزل الزوجية وجريت يعني على الشارع خايفة منه فجيت أطلب إبني حماية قال لي القانون في جيبي إن القانون مش هيتحقق وهددني وماشي ومن ساعتها وبدار عليهم هما مختفين خالص يعني هما كلما بتروحي مقر العمل أو مقر الزوجية اللي أنت كنتي عايشة فيه مش بتجديهما أبدا تمام بصوا حضرتك في ذلك الشأنو برضو هو طبقا للنص المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية تمام أو جنحة الامتناء عن تسليم صغير في الاسم طيب أستاذ سمعين إيه الشروط اللي واجب توفرها في الحاضق بص هي تتعدد الشروط في هذه المسألة في يجب أن تكون الحاضنة حروة يعني ما تكونش متجوزة أو كده تستطيع التفرغ لقيام برعاية الصغير وأن تكون عاقلة تمام وقادرة على تربيته وليس بها أي عاقة زهنية أو كده تمام وأن تكون برضو غير متزوجة ده أهم شرط ده أهم شرط آه طبعا طب هنا قصة عدم زواج الأم هنا بيكون المرجع لها إيه؟ عدم زواج الأم المرجع لها يعني ليه آه أن هي بكون حرة متفرغة لقيام بعمل الطفل وبرعاية طيب إحنا معنا القضية النهاردة ملخصة في عدم تنفيذ حكم قضائي تمام؟ هل عدم تنفيذ الحكم القضائي بيعد الجريمة في حد ذاته؟ تمام هو بيعد جريمة وفقا لنص المادة اللي هي 292 ناشا رحطها بكده اللي هي اللي هو عدم تنفيذ حكم القضائي أنه يعاقب بحب سمودة تتجاوز سنة أو بجرامة تزيد عن 500 جنيه أي من الوالدين أو الجدين لما يسلم الصغير منه من له الحق فيه في تسليمه تمام ويوجد بعض الشروط برضو تطبيق على ذلك يجب أن يكون هذا الحكم القضائي بضم الصغير تمام؟ تاني حاجة يجب أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه تمام؟ وأن يمتنع من بياده الحكم عن تسليم الصغير لمن له الحق تمام؟ وبالتالي بكوم بعمل جنحة مباشرة في النيابة العامة أو جنحة اللي امتناعة في الاسم جنحة اللي امتناعة عن تنفيذ قرار محكمة أو محضر اللي امتناعة عن تنفيذ قرار محكمة طيب ياسمين هنا أنت في خلال مدة السنين طويلة دي كلها وحرمانك من رؤية طفلك ليه ما حاولتيش أن أنت تروحي أنت بتقولي سايب الطفل من وهو عمره شهرين هو دلوقتي على ما أظن يكون عمره حوالي سبع سنوات أنا والله يعني وكلت ناس كتير يعني ليه ما حاولتيش حتى بعيد عن الإجراءات القانونية ليه ما حاولتيش أن أنت تسعي وديا للتفاهم مع الأب للتفاهم مع مثلا أهله ايه هي الشروط اللي كانوا حطينها لك هقول لحضراتك أن أنا ايه اتنزع عن الحضانة تتنزع عن الحضانة أنت بالفعل تنزلتي؟ لا ما تنزلتش ولا مضيت على أي شيء وأن أنا أتحمل مسؤوليته إذا عيه أو مرض أنا اللي أتحمل مسؤوليته يعني هو خيارك بأن يا إما الطفلة يفضل معي يا إما أنت اللي هتتحملي مسؤوليته كاملة آه آه يعني محمليني أن أنا ما شوفوش اللي عندهم بس يعني ما يعيش معي ولا يرجع لي آه يعني هما هنا سمحولك بأن ممكن تشوفيه بس أنا ما أخدهوش معي ما أتخدهوش معاكي أنا أولا ما وافقتي ما وافقتيش رفضتي قلت أن هو عايزه يفضل معاك يتربيه آه آه طب هو مش ممكن يا سمين أن الأب هنا شايف أن مثلا هو إدالك الحق بأن أنت تشوفيه آه ليه ممكن يكون هو شايف أن مصلحته كرعايته مادياً أن مثلا ممكن تكون أنت ظروفك المادية مش هتقدري ترعيه مادياً آه فهو ممكن يكون شايف أن هو هيرعيه أفضل منك آه فبس سمحلك برضو بأن أنت تشوفيه الطفل ما عشان أشوفي الطفل لازم أن أمضيه عليهم ما عايزينه يعني هو اشترط أن أنت تشوفي الطفل لازم تمضيه على التنازل آه تمام تمام طيب ما حاولتيش في خلال الست سنوات دي أن أنت تعيدي رفع القضية من تاني أنا يقست من محقا من الناس نبع يعني لنا كلاهم يقست منهم طيب هو إحنا معنا في المداخلة الأستاذ إسماعيل هو متبني قضيتك تمام وإن شاء الله يعني هيحاول يشوف أفضل الطرق لحل المشكلة دي أي لحل المشكلة أعزاء المشاهدين قضية النهاردة هي قضية المجتمع ككل قضية الطلاق الضحية فيها ليست الأم فقط ولكن الضحية الأولى والأخيرة من وجهة نظري الأطفال ياريت أن احنا نستوعب كل الأمور ونستوعب قبل ما أفكر في نفسي وقبل ما أفكر في الانفصال أفكر في الأطفال وإن شاء الله نتمنى أن قضية ياسمين تتحل وبوعيدك أن إن شاء الله الأستاذ إسماعيل هو اللي كان معنا أثناء المداخلة يتولى قضيتك وبنشكر ياسمين وبنشكر الأستاذ إسماعيل على تبنيل القضية ودايما معاكم قضايا وأسرار مزيد من القضايا ومزيد من الأسرار وبنوعيدكم أن نحن دايما نسلط الدوق على كل مشاكلكم وبنحاول جاهدين أن نحن نسعى لحلها وأشكركم على حسن متابعتكم وفي انتظاركم الأربع الجاية إن شاء الله